وبيانضمنا الصحفي الأستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية نهارك سعيد إفندي من نورنا وطبعا لسه بيشرفنا وبيكمل معنا الحوار أستاذ حسين بهجة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من نورنا مرة تانية أستاذ خالد كنا لسه بنتكلم على المؤتمر الصحفي بتاع مارح اللي أقامه المجلس على القوات المسلحة وكنا بنتناقش كان أستاذ حسين بيحكي لنا على أهم النقاط اللي وردت فيه فلوحيتك عندك تعليق قبل ما ننتقل لنقطة تانية أنا شايف المؤتمر الصحفي عمل حاجة يعني هو استكمل الجريمة يعني الحقيقة يعني باختصار شديد لأن اللي حصل في المؤتمر الصحفي مبارا هو إعادة شحن من جديد للناس ضد لعباط في الوقت اللي هم ضد الضحية يعني بشكل أساسي المؤتمر الصحفي ما أجابش على الأسئلة الرئيسية المؤتمر الصحفي يقول لك إحنا بنرفض النفي أو تأكيد أن حد دهز حد بالمدرعات فيه صور العربيات كيتمشي واتح قدام الناس ما كدتش محتاجة لنا فيه أو تأكيد وده مش بالعقيدة القدرية ما نيش دعوا بالعقيدة القدرية بس ده لنا شفت قدام الناس في الشارع يعني ده حقيقة ده كلام غير منطقي الرصاص أنا مصورين فيديو في البديل لشريط الرصاص اللي هو علاقة بالقوات المسلحة ملوش علاقة بحد تاني يعني اللي هو علاقة الشرائط دي ما بتبقاش موجودة عند المواطنين اللي هو الشريط اللي هو بتاع الأفلام ده أكيد ما فيش مواطن عنده شريط الرصاص بالطريقة دي فما فكرة ما فيش رصاص أنا مش فهمه بردك يعني الحقيقة المؤتمر كأنه يعيد من جديد الشحن ضد العضاء هو ما جاوبش حتى فيما يتعلق بالضحايا التلفزيون المصري يعني صدعنا بيهم وحشد بيهم الناس والجريمة كبيرة هو شكر من ارتكب الجريمة يعني هو شكر اللي شحن الناس واللي عمل كل هذا الشحن ومش مدرك أثر هذا الشحن على الناس يعني اللي حصل انت الشحن ده طلع ناس قتلت ناس وفيه ناس تدبح بسيوف وانا الراجل انا تكلمنا بتاع الطب الشرحي مبارح فيه 24 جثة تم تشريحهم الغيط مبارح 2 جثة لمجندة حسب الكلام اللي هو بتاع الطب الشرحي قالوا اللي 24 برصاص وبدحس وبقالات حده من اللي هي المواطنين الذين تم استدعائهم للموضوع هذا انا مثلا كنت في الاهرام يوم يوم الحد وانا شايف المظاهرة معدية هناك شحن منذ قبل المظاهرة يعني يا الفكرة في الاهرام فجأة انتشرت شقاة الحده بيكسر العربيات تحت الاهرام الناس نزلوا مولئوش حاجة بتكسر وكأن هناك من يشحن يعني من يشحن الناس من البداية يعني انا قبل اي حاجة انا شايفين المظاهرة معدية بتهتف وانا وطلعت بسطة عنام البركونحة نسمعنا صوت عالي جدا الناس معدين بيهتفوا بشكل عادي ما معهمش حاجة وانا شايفهم وكان معنا زمن الاهرام كمان فجأة بعد معد بشوية الحده الناس نزلوا مولئوش عربيات بتكسر في حالة شحن وكانها مخطط يعني بعيد عن المخططات بس في حاجة مش مظبوطة حصلت يعني في اليومية انا مستغرب انا نزلت جاري بعد كده الحقيقة لا اللي كان يملك الاسلاحة واللي كان بيجري ورا المواطنين كانت جيش ما عنديش يعني احتصور تاني خلينا ننتقل لنقطة تانية وهي لجان تقصي الحقاق بشكل عام اين كان مين الجهة اللي بتقوم بعملها وبعد اي حدث بالنسبة عن عشر تاشر لجنة التقصي حقاق بس واضح ان في عدم ثقة من قبل شايزوا الاقباط بقى عايزوا من قبل المواطنين بشكل عام باللي بيجي في تقارير هذه اللجان او توسياتها واذا كانت فعلا لجان حيادية وعمل التحقيقات حقيقية بيبع عندنا ازمة ثقة في انه هل توسياتها بتنفذ ولا كلها بتتحط في درج معين كده كلنا عارفينه استاذ حسين اوكي يعني بشكل مجرد تقصي الحقائق كمنهج حاجة مهمة جدا ولا غنى عنها وعادة يعني المفترض في اي دولة انه لما اتقع جريمة او حادث ما جهة التحقيق هي النيابة العامة اللي هو جهة التحقيق والادعاء وبعدها توجيه الاتهامات الحكومات والدول عموما بتلجأ لتشكيل لجان لتقاصي الحقائق في حالة لو كان الحدث على قدر من الجسامة الشديدة اللي محتاجين فيه انه تبقى الدولة كلها بتستجيل مش بس الجهاز الفني المختص اللي هو جهاز النيابة العامة وبتبعت بداء رسالة سياسية انه الحكومة بتحقق او انه البرلمان بيحقق او يكون الحدث على قدر من التعقيد وفيه عناصر اخرى ليست جنائية بالضرورة فبالتالي محتاجين نحقق في كل العناصر في المسألة فانوسع تخصصات جهات التحقيق وتبقى لجنة عامل تقاصي الحقائق بدلا ما هو بس وكلاء النيابة او يكون فيه رغبة شعبية للوصول لحقيقة امر ما حدث فبالتالي بتبقى فيه سعي لتقديم برضو شيء زوم صداقية بضم شخصيات عامة او ضم عناصر قضائية او ضم اطباء مستقلين او خلافه علشان تدي تقلو شرعية طبعا خبراتنا السابقة مع لجنة تقاصي الحقائق في العهد السابق خبرات سلبية للغاية كلنا نذكر بمناسبة ان احنا بنتكلم على الاقباط احداث اسكندرية لما وقعت الاعتداءات في كنسة اسكندرية تشكلت اه لا اعتداءات الكنيس 2006 من خمس سنين تشكلت لجنة تقاصي حقائق متظرين تقريرها لغاية دلوقتي البرلمان اتحل اساسا ولسا اللجنة ما طلعتش يعني الناس عندها عموما لكن هناك لجنة مستقلة طبعا بس اللجنة دي زي زي تحقيقات اللي احنا بنعملها دي احنا ممكن نعمل تحقيق نبقى بنعتمد فيه على شهادات مصورة فيديوهات لقطات فيديو شهاداتنا احنا كناس كنا متواجدين وقت الحدث شهادات شهود العيان اللي كانوا موجودين وتحليلنا للتقارير الطبية وتقارير التشريح والرصاص في الرصاص مثلا احنا جمعنا المقذوفات اللي قدرنا نجمعها دلوقتي وبنستعين بخبرات فنية متخصصة علشان يقولونا الرصاص ده جاي منين لكن في النهاية قدرتنا على الوصول للحقيقة محدودة جدا بان احنا ما نقدرش نستدعي مسئول في الدولة اي مسئول في الدولة طبعا او نطلب شهادات صحيح لكن هو تقصي الحقائق الاهم فيه مش التوصيات الاهم فيه هو الحقائق انه فيه حقائق ضائعة بالضبط واحنا بندور عليها تقرير اللجنة القومية لتقصي الحقائق اهم بقى لجنة يعني في تاريخ بلدنا يمكن اللي تشكلت بعد الثورة لم ينشر حتى هذه اللحظة يعني نشروا لنا ملخص له الملخص فيه اغلبه توصيات اللجنة او انطباعات او اراء اعضاء اللجنة لكن الالف صفحة او الالفين صفحة اتقدموا للنائب العام والنائب العام رفض نشر تقرير حتى الان واللجنة رفضت نشر التقرير غير طبعا انه اللجنة اتشكلت من حكومة شفيق وحطه رئيس اللجنة عضو يعني امين لجنة الشؤون القانونية في الحزب الوطني السابق بعد ما كان رئيس محكمة نقد الخوف بقى المرة دي انه الوقع اشد بكتير لانه اللجنة اللي اتشكلت دلوقتي لجنة من تابعة لوزارة العدل ما عندهاش طبعا اي سلطة انها حتى تروح تسلم على الشرطة العسكرية مش تطلب شهادتها او تطلب براقها يعني معنى كده انه ما نعملش لجنة تقصي حقائق لا معنى كده ان لو عملنا لجنة تقصي حقائق نعملها بجد يعني في الايخ اللامنينة تقصي حقائق بنعمل لجنة بجد وداخد توصياتها بجد يعني حتى اللجنة القومية اللي تخصت اللي حسن بيكلم عليها هي طرح التساؤلات لم يتم الاجابة عليها يعني طرح التساؤلات عن من اقتحموا التحرير في وقت موقعات الجامعة ومن تم تسلمهم للشرطة العسكرية ومن تم تسلمهم للجيش واللي الجيش فجأة اختفوا رغم انهم ارتكبوا جارمية واحد الناس مشاركين في الجريمة والجيش لم يرد وقرر الصمت هناك جهة قررت ان لا تتعامل الجهة دي هي المتهمة هذه المرة فتخيالي الفكرة هنا يعني الجهة المرة اللي فتخيالي كنا نتكلم على حماية رغم انها لم تحمي وكنا نتكلم على انها وسهلت دخول الناس وتم تسليم المتهمين لها فهربتهم او اختفوا هي الجهة المتهمة الان كاملا لانها هي الجنودها متهمين بالقتل وفي نفس الوقت هي المسيطرة على الدولة فمتهمة ضمن التهام الاعلام التهام الاعلام الرسمي لابد ان يوجه للجهة التي تحكم وخصوصا كمان بعد كلام رشا مجد مبارح في العشرة مساء اللي هي لن ينفي عنها التهمة بأي شكل من الأشكال هي قالت ان مسؤول كبير بالدولة هو من قال لنا ان الناس دي ماتت مش كفانة بقى الجمل مسؤول كبير يعني انا اقبر مسؤول في الوزارة وهو وزير الاعلام يعني على الاقل ففكرة ففكرة فده معناه هي مسئولية لهذه الحكومة مسئولية لمن اتى بالحكومة مسئولية لهؤلاء الصامتين اللي مفروض الحمد لله نترحم الحكومة المفروض المفروض بتسلم للمجتمع تنشر يعني انا مصلحة عرف ايه اللي حصل والتسلم لجهات التحقيق وعلى جهات التحقيق ان تستفيد منها لانها المفروض هي تمارس عمل كبير وتجمع ادلة بشكل واسعة في العالم الاول يعني العالم الاول هو البلاد الاخرى اللي حصل فيها ثورات للديمقراطية والحرية والعدالة زينا كده نتمنى يعني بس هل هم اللي بيسلموا الحاجات دي بياخدوا بكلامهم ولا يعني اللي بيحسن ايه الاجراء اللي بيتعامل اكيد بيجرهم كذا تقرير من كذا لجنة بيشوف الحاجات المشتركة مثلا ومعدين بيطلعوا بيان اخر لجنة التقصي الحقيق لما بتطلع تقرير يعني المفروض فعلا انه اسمه تقصي الحقيقة ضائعة واحنا بنتقصي بنبحث عنها وبنعصر عليها وبنحطها فبيبقى هو ده الريكورد هو ده التاريخ اللي بتحط في اللجنة احنا عمدنا فعلا يعني لجنة التقصي الحقيق بتسمع من الناس وبتكتب اللي اييه سمعتوا كأنه تحقيق صحفي ففي انهاية لو حدتك يطلعت على ملخص اللجنة القويم لتقصي الحقيق عن احداث السور هتقيب يقول يَترى مين اللي طلع المساجين حان دي ببع المساجين يَترى مين اللي اطلق النار على السجناء الجوه يَترى مين اللي جب القناصة وليه ناس اتتصل Working دين القناصة. يا ترى ليه الجيش ما حماش الناس لما تهجموا في وقعت الجمال؟ فالسؤولات خلال أرقى للصحية. هي مطموحة. فهو الحقيقة يعني ده طبعا أنا باتكلم على ملخص التقريب اللي تعالي. مفروض ملخص التقريب أو ملخص النتائج. احنا مش شايفين نتائج. الحقيقة في اللجنة. كلام بقى كتير جدا على الأزمة الديمقراطية وتزوير الانتخابات وخلافه. ما ينتميش الحقيقة التقريب لجنة التقاسي الحقائق. المشكلة المرة دي أعمق. المشكلة المرة دي أن الجيش طلع ببيان في اليوم الأول يكلف فيه الحكومة بأنها تشكل لجنة التقاسي الحقائق. والحكومة بدورها إحالة الأمر لوزير العدل. الجيش بعدها بيومين ما استناش حتى نتيجة التحقيق. وطلع يقول أنا مش مسؤول عن أي حاجة. ده حتى ما كانش فيه سلاح ولا كان فيه دهس ولا الإعلام غلط ولا حد أسامي أو معلومات عن المساعدة. هل الحاجات دي كانت موجودة في تقرير اللي عملتوا المبادرة الشخصية؟ المبادرة عمل التقرير عن الاعتداء الأصلي. السبب الأصلي للجريمة اللي هو اعتداءات كنست المريناب. لكن احنا دلوقتي بأنه طبعا أربعة يام ما زلنا بنجمع التقارير. معلومات وشاهدات. وبنحاول نعاين المقذفات الرصاص اللي أطلق على الناس. وبنجيب تقارير وطبعا بنخود معركة التشريح أولا الجثس. وبنخود تاني دلوقتي معركة الدفاع عن الطب الشرعي من الضغوط. لأنه أنا طبعا منزعج جدا جدا من اللي اسمعته مبارح في المجتمر. لأنه بيضع أطباء الطب الشرعي في موقف صعب جدا. ولكن هناك كلام على أنه تقارير طب الشرعي طالي ناس مقتوا عن نصين بس ماتت سكتة قلبي. أنا ما أورد لي معلوماته غير مؤكدة خالص. أن هناك ضغوط مريسة على الطب الشرعي لإخراج تقارير في البداية. تقارير لا تعبر حقيقة عن اختناخ وعن هبوط في الدورة الدموية وكلام ده. ولكن الأطباء الشرعيين هذه المرة تصدوا المسألة وقرروا إصدار تقارير حقيقية. حل يا رب. هذا ما حدث. لكن هذه الضغوط قيل أنها من النيابة العامة. وده خطر شديد لأنها تقارير تقارير. لكن كل دي كلام غير مؤكد عشان لا نعاش بنتهم أي حاجاتها. أنا لا تهم بس أقولك اللي ما قيله. يجب أن يوضع في الصورة عشان نبقى عارفين احنا رحين فين. وقيل أن هناك تواطق من بعض رجال الكنيسة. وده أعلنته. طب وإيه من مصلحة رجال الكنيسة أنها تضغط على طب الشرعي. هناك في كل الأماكن من له مصلحة. لا أنا فهم الأزم المصلحة. أنا طلع تقارير للناس دي ما ماتتش برصاص؟ مقيل أن هناك. إنما في الأساس ما حدث أن الطب الشرعي أصدر تقارير. وده يعني الآن فيه 140 طبيب شرعي. حتى الآن قاموا تشريح 24 جثة. والنتائج واضحة شديدة الوضوح أن فيه رصاص أطلق. أن فيه دهس تم للناس. وأن فيه تم تقطيع الناس بقالات حدة وقتلهم بقالات حدة. تمام. فاد dado ننتيج اللحھ صمى شيرة عملنا